أربعة رئيس الوزراء في هندسة القاهرة مهندس إبراهيم محلب ظاهر النهاردة هندسة القاهرة وافتتح المكتبة الرقمية لكن في مفاجأة عظيمة جداً ومش فهم إزاي مرت كده في الأخبار المفاجأة العظيمة جداً إن طلبنا العباقرة في هندسة القاهرة يخترع عربية بتمشي بسرعة 128 كيلو أو بتمشي 128 كيلو بلتر بنزين واحد يعني توصل إسكندرية بأقل من 2 لتر بنزين ده اختراع مذهل لكن للأسف اللي أريته في المواقع للأسف الشديد مش كويس لأن اللي أريته إن رئيس الوزراء أبدى سعادته بهذا الاختراع طيب ماذا بعد السعادة بهذا الاختراع إن رئيس الوزراء قال لهم أنتوا أمل مصر أيها بس أمل مصر عملوا حاجة عظيمة خلاص هم مش لسه أمل مصر هم دلوقتي إنجاز حقيقي الطلاب دول اختروا عربية تمشي 120 كيلو دول أو 128 كيلو بلتر بنزين واحد ده يعمل لنا معجزة في معدلة الطاقة فلو هذا الكلام صحيح وضقيق هم بقى مش أمل مصر ده هم خلاص نجحوا يعملوا حاجة عظيمة لمصر لم أبردوا يقول رئيس الوزراء إن بشكرك على الاجتهاد في العمل ده كلام عظيم كل كلام رئيس الوزراء إنه سعيد بالاختراع وإنه هم أمل مصر وشكر على الاجتهاد في العمل ده كلام رائع إنما لو هذا الكلام الرائع وبس يبقى إحنا في مأساة لو هذا الكلام الكويس وبس يبقى إحنا في كارثة لأن ده شيء أسطوري شيء مذهل إن عربية تمشي كل هذه المسافة بلتر بنزين واحد وإحنا عندنا معضلة في الطاقة وبنستلف من كل حت عشان نشتري بترول وبنجيب الفحم من برة رغم التلوث بتاعه عشان مش لقين حلول قوية وإحنا في كل هذه الكارثة لما نلاقي اختراع زي كده أو اختراع زي جمعت ده منهورة قبل كده وإنفوت وشكرا من تقويسين ورطاف وبراظ يا أولاد إيبقى إحنا في هذه الحالة غير جدين في إدارة الشؤون العامة في البلاد لازم نشوف إلى أي مدى ده صحيح ولو صحيح بكرة الصبح يكون فيه قرار في هذا الإطار لأن ده معناها إن السنة اللي جاية لما نخلص التسعة مليار دولار اللي أخدناهم علشان الطاقة يكون عندنا اختراع زي كده يخفض واردتنا من الطاقة ده شيء في منتهى الأهمية إنما المخجل والمحزن إن الموضوع ممكن يبان إن شوية طلبة شطار شكرا يا ولاد كتاخركم ربنا يوفقكم هذا المنطق كارثة على الوطن